وانا عندي 18 سنة قلت بابا بقول لك بابا انا بعمل كل حاجة حتى الدهان بدهنه حتى يعني كل حاجة بعمله فليه ما عملش العود كامل قال ليه عايز نعمل عمله عملت العود وبعد ما خلصته قال لي هتديه المين وقلت له هتديه الأستاذ أمير علمجين الماستر أمير علمجين فروحت وديته كان في السوديو عمار الشريعي روحت وديته له فلاقيته بيقول يا مريست حتة عود انا ما ينفعش أخذانك ده عمار الشريعي أستاذ عمار الشريعي الله يرحمه محتاج عود ضروري فده عود نفس الصوت اللي بيحبه عمار الشريعي فعمار الشريعي طبعا تخضيت طبعا عمار الشريعي وانت ما ينفعش تاخده ده أول عود عمليه طبعا اتصل بي ورح تقله طبعا طبعا من يوم اللي اتعرفت بي على أستاذ عمار الشريعي وهو لحد ما توفى وهو صديقي وحبيبي وكل الأعوات بتاعت وصناعتي طبعا شرف ليت عمل أول عود خده مني عمل بيه موسيقى رابط الهجاني يا خبرة بيه طبعا بالنسبة لي كانت صدمة وانا ما كنتش عرف فانا أستاذ عمار وبياخد العود مني فبيقول لي يا عودة كلها حلوة قلتوا ما عرفش قال لي يعني ما تعرفش قلتوا ده أصح أول عود انا شعرف قال لي أول عود وكده طبعا عملي عود سبع أوطار سبعي احنا بنسميه سبعي أو سبع أوطار فانا فوجيت وانا بس مع رقفة الهجاني والمسلسل الجميل أو كده فلقيت أستاذ عمار بيكلمني مع التلفون الأرضي طبعا ما كان في موبايلات قال لي أموريز زيك مش عرفيه كده أنا عايز أغطت حلو منك تاني ومش عرفيه كده قال لي بيتشوف رقفة الهجاني فلحتت مسلسل الجميل طبعا خيالي طبعا ايه فإن بيسألني سؤال عادي يعني فبيقول لي شفت الموسيقى بتعتله يا أستاذنا انت مبدع انت يعني انت مبدع في العود فلقيت وفجأت بيقول لي إيه انت العود اللي اتعامل بي يا موريز ده عودك قال لي اللي اتعامل بيه مش كده رفض لك جانب دي عدانة كل اتنين ايه أحلى أعواد حوالينا تحب تقولي اليوم؟ طبعا أنا بتكلم على العود ده طبعا ده قبي من عود من مية وستين سنة ده معمول كله بالعاج بالسن فيل طبعا شغله صعب جدا شغله الشمسية اللي فيها التووز ده إنها playt لليعم بي تاليات مجدود غير طبيع ، اليها المخررمة ده المخررمة ده شكل توو森 بس لو تعادل اللي هو بالجند كون أكدر المشهير اللي اتعاملت معاهم، قديم قديم و جديد بقى يبقى ممكن نجيب اللي البيوم ده واري لحضراتك بقى جميل، خلاص مجموعة الببوم ده اللي‬فوbsp cum되는 نسب عمله مخصوص وعل به عيبة أيوا، طبعا فيه زكرياتي كلها موريس شحاتا الزكرياتي كلها فيه طبعاً يعني الله طبعاً فانيني أستاذ نبيل شعيل باسم درويش كل فاني أستاذ عبد المجيد عبد الله طبعاً دكتور ممدوح الجبالي طبعاً بفنه الجميل أستاذ عبادي الجوهر طبعاً من أحرف من عزف العود مع أستاذ أحمد فاتحي أستاذ محمد أنديل طبعاً كان زي ما قلت الحركة الموقيم هنا أستاذ عبادي طبعاً أستاذ عاصي الحلاني يعني كله ماريو طبعاً زي عامل زي بالظبط لما بيروح لما كان صغير بيروح يحتك بالفن والفنانين فده بتبقى رصيد لي طبعاً لما يكبر ده والدي طبعاً معي طبعاً الله ذكرياتي الجميلة طبعاً فنان محمد عبدو طبعاً طلال سلامة الدكتور عبد الرب يدريس فنان صابر رباعي السيد مكاوي ده سيد مكاوي طبعاً قاعدة ما كانتش على فكرة كل الفنانين دول مكانوش زباين كانوا أصدقاء طبعاً صديقني أنا مش قدر أعرف هو عايزي يعني الحمد لله والتكريمات والجويز دي خدتها من فين؟ أنا أول حاجة اتكرمت اتكرمت في مهرجان جراش مهرجان جراش عمل مسابقة للأعواد جابوا الناس جابوا سبعتاشر دولة تشترك بالأعواد عشان يقيموا يشوفوا الأول أنا طلعت الأول على السبعتاشر دولة ماشاء الله وبعد كده اتكرمت في في مهرجان قطرة وخدت أنا الجايزة الأولى وابني خد أصغر صانع عود في العالم الله احنا عايزين نبقى الأول والأول مكرر على طول لا اتكرمت في مهرجان موسم الرياض طبعاً والحمد الله يعني وبرده في الجزائر اتكرمت هناك برده كنت أنا وفاروق ترونز اللي هو التوركي كان أحسن التنسوناه في العالم ده انت عامل وحدة عربية بالموخيط للخليف الحمد الله